ووسط هذه الإنجازات الضخمة والمشروعات الضخمة الصناعية والاجتماعية والخدمية التي تنفذها الدولة على مدى السنوات الماضية تأتي جماعة الإخوان الإرهابية كعادتها وتطلق في الأيام الماضية دعوات تخريبية وتحريضية ضد الدولة المصرية عبر السوشيال ميديا دعوات الهدف منها هدم الدولة والتحريض على العنف نتابع في التقرير التالي انعكاس رد أو رد فعل الشارع المصري على هذه الدعوات التي أطلقتها الجماعة الإرهابية نتابع على رأسنا من فوق ده هو اللي جيه حمل بلد من الإرهابيين ده راضي عمل لنا كل حاجة حلوة في البلد عمل لنا تعليل الفيروس وعمل لنا مستشفيات والمدارس والكباري ده كلنا بنوا في الساعتين التلاتة ما كناش بنعرف نروح مشاورنا بينا نروح وحيطة الأمن ده والله العظيم أنا عايز أقول لك لو أحبا يمشي متمن بنتم بترجع من الساعة 9 الساعة 10 بالليل في أمان ده بنا يخلي دينا يا راضي خليك لنا يا سيسي مبارك فيك وتفيك شر لأزيك ونجيك من كل شر ونخليك لبلدنا يا رب وانت سراح عمل لنا حاجات مش لنا كممكن تبقى لولاد ولادنا وربنا نجيك وتفيك شر لأزيك وتفيك شر لناس اللي عمية تتبلع عليك نمشي مع الرئيس لحد ما نشوف الدنيا فاي في الآخر والراجل ماشي في مشاريع وفي موقع مشاريع مصر شغال خشوا على الموقع مشاريع مصر وشوفوا المشاريع اللي بتعامل اقتصاده في 2011 كام والنهاردة كام سيادة الرئيس عمل لنا كل حاجة وعمل لمصر وقف جنبنا احنا ما شاء الله شايفين ان البلد بتنهض جدا في كل حاجة بتتحدث دلوقتي في البلد الطرق اللي احنا بنمشي عليها كل شيء في البلد اتغير دلوقتي في المو في البلد والبلد حسين انها في الاقتصاد بقت كواس عن الأول شايف ان البلد كل ما ده بتتطور وفي الاقتصاد بيزيد العملة بتاعتنا بتزبط كل حاجة في البلد بتتزبط انا احدش يدري عمل حال الحمد لله رئيسنا كويس يعني الحمد لله البلد عمره متتأثر المو رأي رئيس زي الرئيس عفى التحسيس عمره متتأثر نفسيا ومعنوية هم دايما بيحاولوا يهبطوا الشعب المصري ويخلوا الحالة المعنوية بتاعته تنزل والثقة تقل في الرئيس عفى التحسيس لكن عمرنا ما تقل في الثقة بتاعتنا في الرئيس بتاعنا عفى التحسيس طبعا دا كلام فارغ لانهم ما بيبوصوش لطراب الارض دي المفروض دي بلد ما ينفعش فيها اللي يحصل في الوقت حتى الوقت الراهن دا معلش يعني انا مش شايف وقته الكلام دا يحصل المفروض احنا بننشئ بلد المفروض بيبقى على قد انشاء البلد بتاعتنا يهدوهم ربنا ما شبعوش ما شبعوش الدم اللي بيعملوه دوت في الناس يعملو ايه اكتر من كده اللي عملوه ناس ماتت وناس بهدلت وناس الشرادت حرام عليهم يتهدوا بقى ويعودوا ويستخبوا فقحارهم بقى وجهت نظر ان الدنيا تمشي ومصر تبقى بخير كفاهم بقى يعني كفاهم كدب وكفاهم اشعاعات وكفاهم اقويل كاذبة وكفاهم الدعاءات بالباطل انا شايف ان مصر كده افضل في الفترة اللي فاتت عن 2011 فيما بعد انا شايف ان مصر الحمد لله يعني مستقرة عايزنا امريكا الشرق الاوسط حرام عب مش حرام ولا عب ربنا يقوي ويحفظه البلد تدى التنمو وتبقى كويسة وما فيهاش اي مشاكل وتنمي شغالة وتمام تمام والدعوات دي كلها الدعوات الهدف منها ان هي تضيع البلد وتضيع الشغل اللي هو عمل وسيادة الرئيس احنا فعاد الرئيس السيسي شايفين فيه استقرار في الامن وبنرفض اي تخرية بهز استقرار البلد ترجمة نانسي قنقر